بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا لما أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل وأنزل الكتب أمرنا بعدم أذية الناس حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولاً صار قاعدة في كل الفقه الإسلامي فقال لا ضرر ولا ضرار نهانا أن نضر أنفسنا وأن نوقع الضرر بالناس وهذا معنى ذلك الحديث المتفق عليه في صحته لا ضرر يعني توقعه بنفسك ولا ضرار أي لا توقع الضرر بالناس والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر خطبة في حجة الوداع وسميت بالوداع لأنها كانت من آخر ما اتصل به رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه ومع أمته يقول إن أموالكم وعراضكم ودماءكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا في موقفكم هذا وهو يتكلم وهو في عرفات ركن الحج فعلم من ذلك أن المسلمين من سلم الناس من لسانهم وإيديهم وبطشهم فقال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده كل هذا جعل الاهتمام بعدم إيقاع الأذية بالناس من أس الدين وجعل الأذية التي يوقع أحدهم إياها بالناس من المحرمات قد تكون من الكبائر فيها محاسبة وفيها عقوبة في الدنيا والآخرة ونهان الله سبحانه وتعالى عن أن نوقع الأذية بالناس الذين يذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا وصارت هذه أيضا قاعدة كبرى في دين المسلمين العصر الحديث اجتمل على الاتصالات والمواصلات والتقنيات الحديثة وتزايدت سرعتها ووتيرتها حتى أصبحت تكاد أن تكون مع كل أحد من بني البشر حتى أولئك الذين شردوا من ديارهم هناك الآن نحو سبعين مليون مشرد خرجوا من ديارهم بسبب الحرب أو بسبب الاحتلال أو بسبب الظلم أو بسبب القتل على الهوية أو بسبب التطهير العرقي سبعين مليون إنسان في العراء سبعين مليون إنسان هكذا وهم فقراء لا دار لهم ولا مال ولا وطن لهم ولا سكن أغلبهم نحو سبعين في المائة منهم يعني نحو خمسين مليون منهم من المسلمين يعني في سبعين مليون مشرد في العالم منهم خمسون من المسلمين وتكلمنا مع الأمم المتحدة يا جماع دول مشروع للإرهابيين لأنه شخص مشرد ولا يتعلم ويقع تحت وطأة قسوة الحياة بكل معانيها فيجمع بذلك بين الجهالة وبين الفقر مما يؤدي إلى المرض ومما يؤدي إلى مصادمة بينه وبين الكائنات وحينئذ يتلقفه طيار الإرهاب من أجل التفجير قبل التفكير ومن أجل التدمير قبل التعمير فيا جماعة الخير نريد أن نتصل بهؤلاء حتى نعلمهم عن طريق وسائل الاتصال الحديثة الإلكترونية التابلت فلو تدخلت الأمم طلبا للأمان من المشردين والذي لأن الإسلام والمسلمين يحقرف في كل مكان ويحاصر في كل زمان أصبح هذا العدد الكبير منهم وأصبح هذا التهيئ لأن يكونوا بهذه الصفة التي لا نريدها جميعا والتي تخالف دين الله فنريد أن نعلمهم أن نتصل بهم أن نلحق ما هنالك نعلمهم لغتهم نعلمهم دينهم نعلمهم التسامح نعلمهم منظومة أخلاقية نعلمهم الصبر نعلمهم حتى لا يقع فريسة في يد الآخرين ترجمة نانسي قنقر